نالت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة الصلاحية السياسية واخذت النهاردة التصديق من البرلمان على الحكومة يعني نالت الحكومة الليبية المؤقتة او المختارة او المكلفة برئاسة عبد الحميد دبيبة نالت الثقة من مجلس نواب الليبي النهاردة ده طبعا بعد اخفاقات انجاز التعبير او مباحثات يوم الاثنين والثلاثة النهاردة الأربع على مدار ثلاثة أيام النهاردة الحمد لله والشكر لله وبنهن الشعب الليبي والدولة الليبية والحكومة الليبية والمجلس الرئاسي الليبي على ما تم الوصول إليه من تصديق البرلمان الليبي المنتخب للحكومة الليبية النهاردة نالت الحكومة الليبية الثقة من البرلمان وزي ما قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ان الحكومة هيحلف اليمين الدستورية امام البرلمان يوم الاثنين القادم في بنغازي ده تطورات متسارعة ده كان حديث الرئيس مبارح لابناء قوات المسلحة النهاردة الحمد لله بعد ثلاثة ايام بتنال الحكومة الثقة اليمين يوم الاثنين القادم وتغيرات حاصلة على المشهد الليبي كلها ايجابية يعني النهاردة 132 صوت واثنين رفضوا التصويت و34 غايبين الخلاصة الحكومة نالت ثقة البرلمان لكن عبد الحميد بيه برئيس الحكومة قال كلام مهم جدا قال يجب ازالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الماضية وقال كمان انه لا حرب قادمة بين الليبيين مفيش حاجة اسمها حرب بين الليبيين وبعد ما خلص الجلسة في المجلس البرلمان الليبي تجول في سرط لانه الجلسة في سرط وقال سرط الارهابيين اللي دمروا سرط والرجل قاعد يبصوا على المباني في حالة غضب شديد وقال كل ده يتعمر وكانت لمحة جيدة جدا بعد ان الحكومة خانت ثقة البرلمان تجول في مدينة سرط وشاف الخراب وشاف الضمار وشاف اثار الارهاب اللي كانت موجودة في مدينة سرط اللي بتحتضن النهاردة جلسة مجلس النواب طبعا قال ليس مرتاحا لتشكيل حكومة ليبية بتضم 26 وزير قال كنت عايز حكومة مبسطة أو حكومة يعني عدد قليل لكن نتيجة المحاصصة والاقاليم وغيره يعني انفوت 26 كتير بقول انا مش مسترحل هذا الكلام لكن في توازينات جغرافية وسياسية في البلاد فرضت هذا الامر وبيقول كمان انه لا يسعى وراء المنصب وليس بالشخص الجهوي من الجهة يعني بل يريد العمل لاجل صالح ليبيا باكملها واكد على توحيد مؤسسات البلاد وقال ده امر حتمي اهو عبد الحميد دبيبة بعد ان تم اعتماد الحكومة رسميا قمت بزيارة لمناطق مختلفة في مدينة سيرت وقفت على الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الارهابي في المدينة سيرت اصبحت مجددا رمزا للوحدة الوطنية كما كانت كذلك اثناء معركة القردابية ولن اتدخر جهدا لعودة الحياة الى المدينة وتمتع سكانها بحياة كريمة ده تغريدة لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبيا الجديدة متحدثا عن الدمار الذي خلفه تنظيم داعش في ليبيا لما كنا بنقول داعش في سيرت لما كنا بنقول داعش في ليبيا كانوا بيقولوا من قال لكم في داعش اهو رئيس الحكومة الليبية بيتكلم وبيؤكد ما كنا نردده ان هناك عناكب ارهابية موجودة وشبكة عن كابوتية ارهابية موجودة داخل الاراضي الليبية خليني بس اقول لحضراتكم انه عبد الحميد دبيبة احتفظ لنفسه بوزارة الدفاع ليه؟ قال اي حد هياخد وزارة الدفاع ممكن يبقى فيه مشكلة من الاطراف المتنازعة او الاطراف المتنافسة فخليها معايا منصب وزير الدفاع انا قبل كده الاسبوع دوت يوم السابق يوم الحد الماضي كنت بتكلم على شكل التشكيلة الحكومية وقلت يا جماعة انه احتفظ نفسه بوزارة الدفاع وده تهم بالفعل وقلت كمان انه فيه اسم وزيرة الخارجية كتسمها لمياء نسيت اسمها والله وزيرة الخارجية مرشحة لوزارة الخارجية قلت انه فيه معلومات صحفية بتقول انها تابعة او مقربة من تنظيم الاخوان مقربة من مين؟ من عبد الحكيم بالحاج عبد الحكيم بالحاج ده احد الارهابيين يعني حدث عنهم ولا حرج وكلمنا عنهم قبل كده بأهل الشر فانا نزحكت جدا قلت وزيرة خارجية ليبيا مقربة من عبد الحكيم بالحاج دي كارس وقلت احنا ما بندخلش في شؤون ليبيا الداخلية لكن احنا بننقل للمشاهد بتاعنا والمشاهد في ليبيا لان احنا برضو الليبيين اخواتنا وبيتبعونا بقول انه كنا خايفين من هذا الامر وقلت هذا الكلام من حد الفات موجودة برايب عندك؟ طيب انا افكركم بس انا قلت ايه؟ فضل ايضا من ضمن الاسماء التي ربما تخلق حالة من الجدل هي اختيار لمياء ابو سدرة لوزارة الخارجية لمياء ابو سدرة يعني اتمنى التوفيق طبعا للتشكيلة للحكومية الليبية لكن كما قالت الشرق الاوسط بانها مقربة من يعني بعض امراء الارهاب في الحكومة الليبية او في الدولة الليبية واعتقد انه مش عايزين نسبق الاحداث لانه ده شأن داخل ليبي لكن احنا بس بنقول ما تم تناوله وتدوله لانه الناس من حقها تعرف ايه الموضوع يعني لم ياء ابو سدرة دي قالوا تحديدا تحديدا والعهد على من قال والعهد على الشرق الاوسط قالوا هي مقربة من عبدالحكيم بالحاج عبدالحكيم بالحاج ده احد الارهابيين المعروفين يعني انا في اهل الشر اعتقد ابراهيم عامل عنه حلقة فهنا قالوا ان لم ياء ابو سدرة مقربة من عبدالحكيم بالحاج الامير السابق للجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة دي سمها وزيرة خارجية وعنده اتنين نواب لرئيس الوزراء واحد من شرق ليبيا واحد من غرب ليبيا يعني اتمنى ان يكون هذا الهذه الاخبار الصحفية اتمنى ان لا تكون صحيحة واتمنى يعني ان لا يكون يعني هناك صلة بين الارهابيين لان احنا كل مشكلتنا مع في اي مكان في العالم انه لا للارهاب لا للميليشيات لا لا اعداء الدولة الوطنية ايا ان كان باء لكن ربما بالتأكيد انا لا يعني انا مش لن افهم ولن اعرف اكثر من اهل مكة اهل ليبيا ادرى بشعابها يعني وعبد الحميد اتبابا رجل له يعني خبرة في هذا الاطار فقط انقل لكم ليس قناعاتي وانما انقل لكم هذه التقارير الاعلامية او الصحفية بحسب ما اوردته صحيفة الشرق الاوسط الحمد لله كان عندنا حق في ما اوردناه مخاوفي من تولي لمياء ابو سدرة منصب وزير خارجية وهي مقربة من الاخوان والاخواني عبد الحكيم بالحاج ده كان شيء خطير بالنسبة لنا اعتقد وانا كنت منزعج يوم الحد اللي فات النهاردة خلال يوم الاثنين والثلاث والنهاردة الاربع اعضاء مجلس النواب اعترضوا على اسم لمياء ابو سدرة وقالوا دي تابعة لجهة ايدولوجية بتتسم بالارهاب ولذلك وافق عبد الحميد دبيبة بتغيير لمياء ابو سدرة واختاروا السيدة نجلاء المنقوش لتكون وزيرة للخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الجديدة